يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الأهل يا جماعة مرعب متوحش مش مبلغة إطلاقا بس الأهل بقى عنده فرقة أقرب للميثالية وحش في الكرة المحلية وفي الدولة المصري وحش بير في الكارة الأفريقية والبطولات الأفريقية النهاردة بيفوز على سان جورج الأسيوبي بالتلاتة سفر تلاتة سفر مع الرقفة جدا 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 الأهل يوصل لمرمى سان جورج كتير فرص ضائعة بالجملة كرتين في العرضة كرة في القايم كرة جنب القايم كرة الحريس يتصدى ليها فرص فرص كتير أول النادي الأهل النهاردة تلاتة دي أقل نتيجة ممكن يخرج بيها الأهل النهاردة أقد كان يعني حسين الشحات تقلق مش طبيعي سجل الهدفين الأول والتاني في ديئة 29 وديئة 58 والبديل أحمد عبدالقادر سجل الهدف الثالث في ديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة الفكرة في الأهل عشان بس أنا بدأت بفكرة متوحش ومرأة بقى تجي تقول لي يا كريم بطل أفواره بقى في الكلمات وبتاعتها أقول لك ليه الأهل دلوقت متوحش ليه الأهل فرقة صعبة جدا جدا ليه النهاردة سلاسي الهجومي كان حسين الشحات وكهربا وبرستاو المباراةين اللي فاتوا كان فيه ريدا سليم كان فيه مودست اللي اتنين مش موجودين النهاردة النهاردة إمام عشور مش طبيع يا جماعة مش طبيع إمام عشور ما هذه القدرة على الانسجام سريعة مش بتكلم على قدراته الفنية عشان من هو في الزمالك هو أفضل لعب وسط بيلعب مركز 8 في مصر بوضوح يعني حتى هو في الزمالك مش بقولي إن هو في الأهل بقى خلاص بنكتشف إمام عشور لا إمام عشور لعيب كبير بس أنا واقف عند انسجامه السريع بيخش مع الفرق على طوط ده الراجل ليه بشوت أول بالمناسبة جيد قدام اتحاد العصير ليه بشوت تاني مش قوي يعني طبيع بعد فترة غياب طويلة الناس عايزت تقولك إلحى ده إمام عشور مش هيظهر بالمستركن بيظهر فيه مع الزمالك إلحى ده مش هيقدم على النادي الأهلي إلحى ده مش مركز مع الأهلي إلحى إلحى وكلام كتير من ده الراجل مباراة المصري مش طبيعي عنفاير مباراة النهاردة قدام سان جورجي الأسيوبي أداء مدهش راجل بيصنع راجل بيسدد راجل الدفاعين هتلاقيه هجوميا هتلاقيه على الجانب الأيصر هتلاقيه في كل مكان في الملعب إمام عشور موهبة مش طبيعية وتقول للوقت وأنا بفرج على إمام عشور عمال أقول في سري يا ابني ربنا يهديك يا ابني ربنا يحافظ عليك يا ابني ربنا يحافظ على تفكيرك ودماغك وعقليتك وتفضل الأمور كويسة كل ده في مصلحة منتخم مصر نكسب في منتخم مصر لعب عظيم زي إمام عشور وبالتأكيد إمام مكسب كبير للنادي الأهلي زي ما الأهلي أكيد مكسب ليه ده إمام عشور هتلاقي مرانة عطية موجودة هتلاقي إليو دينج هتلاقي محمد هيني هتلاقي علي معلول ليها ريضا سليم ومودست كمان بص الدكة يا جماعة دكة ايه ده الدكة نزلت في مبارات المصري صنعت هدف اللي سجله كريم فؤاد اللي هو أفشا عبدالقادر بقى كريم فؤاد جول دي الدكة اللي نزلت في مبارات المصري النهاردة الدكة أفشا عبدالقادر جول فدكة فيها أفشا فيها عبدالقادر فيها كريم فؤاد فيها طهر محمد طهر فيها كريستو فيها صلاح محسن فيها أكرم توفيق لما يرجع فيها عمر السلية ايه ده وكوكا اللعب الاهلي بقى يعني وكل اعتمد عليه في مبارات المصر اللي فاتت ونزل النهاردة فتتكلم تشكيلة فيها عمك مش طبيعي ده انت طاق تفكر النهاردة وتسأل هو مين اللي يلعب دلوقتي قدام في النادي الاهلي وفيه مودست وفيه حسين الشحات وفيه بيرستاو وفيه ريدا سليم وفيه كريم فؤاد وفيه احمد عبدالقادر وفيه طاهر محمد طاهر وفيه كريستو طاق تقول كلهم حلوين بلاش هالك شوية حط مودست مهاجن جينا حين هتلاعب بيرستاو وحسين الشحات ولا هتلاعب بيرستاو وريدا سليم ولا هتلاعب ريدا سليم وحسين الشحات هتلاعب مين ما لو كله جاهز اه طبعا نخد بالك كلهم هيلعب عشان الاهلي عنده عنده زحمة مبارات بالجملة بس لو كلهم جاهزين وكلهم مفهود يلعبوا تختار مين حيلة حلوة للمدرب حيلة حلوة